جميل ولكن التفاصيل اللي نشرتها الديلي كولر تدري يعني فالتفاصيل سرية للغاية واجتماعات وقرارات وضربة في الداخل العراقي هل تعتقد أن إدارة بايدن تقصدت تسريب هذه المعلومات عبر الديلي كولر خاصة وأن البنتاجون لم يؤكد ولم ينفي ما نشير من تقرير في الديلي كولر تعتقد هم تقصدوا يسربوها بهذا الشكل؟ نعم نعم أعتقد هم تقصدوا بهذا الاتجاه حتى يعني يستنفذون وسائل الردع بالكامل لأنه تعرف أنت مسألة نشر هكذا خبر وترويجه وترويجه عبر وسائل الإعلام الرسمية هو رسالة ردع للطرف الآخر لأن الردع يعني هاي آخر وسيلة يعني بقيت لأنهم استخدموا وقوة في أكثر من مكان سفرون الردع الصادن فكل هذه الأمور بقى هذا الإشارة والتنويه يعني الإشارة والتنويه أن يرتدع الطرف الآخر يرتدع وأنه لي يرتدع لم يبقى خيار أمان الولايات الأتحد الأمريكية سوى الذهاب إلى الحرمان وأنا أسلفت أن الحرمان يكون باتجاهين الخيار الأول أن تتولى الولايات الأتحد الأمريكية وحلفائها بالحرمان أو تتولى الحكومة العراقية بإنفاذ القانون واستخدام القوى العسكرية المتوجدة لديه اشتركوا في القناة